نظم التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي فعالية لتوزيع شنط مواد غذائية على 500 أسر من أسر الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بمحافظة الإسماعيلية وذلك بمشاركة 70 من متطوعي تحالف يتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبئ عليهم وكذلك للحد من الأثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية نهاردة بنوزع 500 كيس مواد غزائية على أهالينا المستحقين بقرية الفردان وقرية الحجاز وبعض المناطق داخل مدينة الإسماعيلية وبنقوم بتوزيع بعض المستلزمات المنزلية مراتب والتلاجات والتجازات على بعض الأسر بالإسماعيلية ترجمة نانسي قنقر